فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا مثل قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نعم لما ذكر الله في قصة يوسف عليه السلام في سورة يوسف ذكر ما جرى ليعقوب وما جرى ليوسف وأخوته ومن تهى إليه أمرهم من الاجتماع وأن يعقوب عليه السلام سمح لهم واستغفر لهم وأن يوسف عليه السلام سمح لهم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فالله جل وعلا لما ذكر هذه القصة العظيمة في هذه السورة قال في ختامها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والله قص علينا قصص هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء وقصص غيرهم في القرآن من أجل أن نعتبر بذلك عبرة لأولي الألباب لأصحاب العقول أما الذين لا عقول لهم فإنهم تمروا عليهم هذه القصص ولا يلتفتون إليها ولا يعتبرون بما فيها قال رحمه الله ما كان حديثا يفترى ما كانت هذه القصص مثل قصص التاريخ التي أكثرها كذب وافترى وإنما هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وحي منزل لا يتطرق إليه أي احتمال ما كان حديثا يفترى اشتركوا في القناة